على هامشي منتدى أمني في سنغافورة قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتس يوم الأحد قبل بدء اجتماع مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني إن كوريا الشمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات يمكن التحقق منها تجاه نزع السلاح النووي وأضاف يمكننا أن نتوقع طريقا وعرا إلى المفاوضات أمام القمة بين رئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ماتس أضاف بأنهم سيواصلون تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية مؤكدا أنها لن تتلقى المساعدة إلا عندما تظهر خطوات يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها لنزع السلاح النووي وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق أنه سيعقد الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي في تحول مفاجأ في دبلوماسية تهدف إلى إنهاء البرنامج النووي لبيونغ يانج وبعد أيام من إلغاء ترامب للقمة بسبب ما وصفه عداء بيونغ يانج أعلن المضي قدما في الاجتماع بعد استضافة مبعوث زعيم كوريا الشمالية في البيت الأبيض قائلا إنه يتوقع نتيجة إيجابية للغاية مع بيونغ يانج وسط مخاوف من أن الولايات المتحدة ربما تتسرع في تحقيق انفراجة في قمة لم يسبق لها مثيل بين الزعيمين بعد أن أعاد ترامب الاجتماع إلى مساره في سنغافورا يوم الثاني عشر من حزيران الجاري ترجمة نانسي قنقر